اوزيل في اوساكا اليابانية تمثال بلاستيكي لمؤسسي السلسلة مطاعم الدجاج المقلي كينتاكي فرايت شيكن الكولونيل ساندرز انتشل من احد الانهار قبل 15 عاما وكان بعض المؤمنين بالخرفات من سكان المدينة يرون فيه تميمة حظ لفريقها في البيسبول وكان مشجع فريق المدينة هانشن تايجرز المعروف عنهم انهم اكثروا جماهير البيسبول في اليابان حماسة القط تمثال وانفسهم في نهر دوتومبوري المتسخ عام 1985 بعد فوزهم بالنسخة اليابانية من بطولة ويرد سيريز وبالفعل عثر على تمثال الكولونيل ذي اللحية خلال اشغال انشائية عام 2009 وانتشل من المياه وكان مغطى بالطين وفقد نظرته ويده اليسرى وتم تنظيفه وبركه الكاهن واعيد عرضه ترجمة نانسي قنقر